بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وسلم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المعرف عفو الله أنه في التيسيرات الفقهية مسألة حكم الصيدي إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر كان أحسن العكس إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لو كان الكلب المعلم في قلبه أحسن إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر أحسن هكذا قال الإمام الشوكاني ورحمه الله وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما لماذا ما هو السبب من ذلك يا حسني لأنه قتله آخر أيضاً فذاك الذي ليس المعلم لا تحل لا يحل صيده ولا تدري أيهما الذي أجهز عليه قد اشترك وأنت لا تدين أيهما أجهز على الصيد قال إذا اتقال الشارع فالله عنه إذا أتيت إلى الفريسة فوجدت كلبك المعلم مع كلب آخر على الفريسة فلا يحل لأنك لا تدري أيهما قتله ولأنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر والآخر أيضاً حتى لو سميت عليه وهو غير معلم لابد أن يذكى كما سيأتي في الحديث وإذا رسلت كلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فقل ما يحل إلا أكل المعلم لأن المعلم معنى أنه إن دفع بأمرك فتسميتك عليه وغير المعلم قد يكون اندفع لنفسه مسألة حكم الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم قال الإمام الشوكاني رحم الله وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه قال الشارع فالله عنه قوله وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل احتمالا يكون أنسكه لنفسه قوله ونحوه أي من المعلمات الأخر كالسقر أو ما أشبهه يذكرون أن السقر يتعلم وإذا طائر آخر وإذا أكل آخر يقال له البعث أو ما أشبهه أو الفهد يقولون إن الفهد مما يصلح للتعريم فإذا أكل منها ولم تسمي على الكلب الآخر يتفقنا عليه ولا تدري أيهما تجديد قال الشارع فالله عنه جاء ذلك في حديث أبي ثالب الخشني وجاء أيضا في حديث عدي بن حاتم هذان حديثان أصل في باب الصيد قلت يا رسول الله إن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه فقال إن غاب عنك فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ولم تر فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل إن شئتا وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك وفي مسلم عن أبي ثالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن إذن إذا وجد صيده بعد يوم أو يومين وليس فيه إلا أثر سهمه كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه كأن توجد كأن توجد آثار أخرى غير سهمه كأن يكون غريقا في الماء أو وجده بعد الرمي وقد تردى في أسفل الجبل أنه لا يدري أقتل بسهمه أو بترديه أو ما أشبه ذلك فهذا محر مسألة مسألة إذا أصيب بالسهم فتقلب في غير شاهق الجواب الظاهر أنه من أثر الرمية والأغلب على الضان قتله بالسهم نفسه والله أعلم مسألة متى يطلق على الحيوان أنه صيد مباح الجواب إذا كان مما يباح أكله وغير مملوك لآخر متوحشا وليس بإنسين فيطلق عليه صيد أما الإنسين ما يطلق عليه صيد ما يصيد بقرة إنسية ويقول وصلتها ما يطلق عليه صيد إلا المتوحش معنى المتوحش النافر من النافر الذي ليس مستأنسا بالإنسان يفر منه مسألة إذا تأخر ثلاثة إذا تأخر ثلاثة أو أربعة أيام ولم ينتل الجواب الظهر أنه ما يتأخر إلى أربعة أيام بدون أن ينتل إلا أن يكون في أماكن باردة في أماكن باردة فالظهر أنه يحل ما لم ينتل حتى ولو مكث أربعة أيام أو خمسة مسألة بعض الرصاص ليس لها حد الجواب ذكرها للمسألة وهو ما يرمى بالأحجار أو كان يطلق عليه بالبندق ولعلها أخذت في التسمية عند المتأخرين من ذلك كان الحجر المدور يقولون فيها بندق قالوا إذا نفذت وخرقت وأنهرت الدم فهو مباح فهي مباح أي الجثة لكن أحسن فهو مباح الصيد وإن قتلت الصيدة بثقالها وشدة ضربها فهو من الموقودة كذلك ما يسمى بالمخذف قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصطاد بها صيدها ولا تقتل بها عدوها ولكنها تكسل السنة وتفقع العين أمن الحديث عند الصغير حسن بارك الله فيك واتفقنا عليه عن عبد الله بن مغفل لكن لو وجد نوع منه يقتل الصيدة فالعبر بانهار الدم إذا نفذ وخرق وأنهر الدم صار حلالا وإذا قتله بثقله لم يحل مسألة لو أنه ضربه بحجر ثم ذبحه الجواب لا يحل إلا إذا أدرك الذكاء يعني قبل الموت قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم إذا رماؤه بمثقل ثم أدرك ذكاته قبل أن يموت فهو مباح مسألة ما حكم موضع فم الكلب عند استياده للصيد الجواب بعض أهل الأم رخص فيه قالوا إنه ليس بنجس وبعضهم قالوا رخصة لكن الصحيح أنه يقطع موضع العض لأنه نجس وأيضا يخشى عليه من الأمراض من أثر عض الكلب الموضع الذي أصابه الكلب يجعله للكلب يكافئ الكلب